أولا الاحتفال بما يسمى بيريفيون هو احتفال برأس السنة المسيحية أو احتفال بالمسيح عليه السلام لكن هم لا يحتفلون بالمسيح الإنسان هم يحتفلون بالمسيح الإله وبالتالي هو موشك مثل نحن نحتفل بالمولد النبوي الشريف ونحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله لا لا هو يعتقد أو يحتفل بعيد ميلاد الإله فما بالك يا مسلم أنت تحتفل بعيد ميلاد الإله يسوع الإله عيد ميلاد الإله الذي صلبه اليهود فهذا لا يجوز وهذا كفر وهذا حرام أبسط أبسط درجاته وتشبه بالكفر تشبه بالكفر لكن في العمق انتعو حتى الحلويات لابيش ما معنى رابيش هو عرف الشجرة التي صلب عليها المسيح وانت تقبل يا مسلم أن يصلب المسيح وتعتقد أنه يصلب وتحترم الشجرة التي صلب عليها المسيح عليه السلام لا يجوز لمسلم أن يفعل هذا وأن ينفق الأموال أطفال غزة يستغيثون اليتامة الفقراء المساكين النساء والله لو يصرف تلك الأموال على الفقير والمسكين والآمل لنافعته عند الله أفضل من أن ينفقها على عيد كفري يحمل معاني الكفر إذا احتفلت بعيد ميلاد الإله الذي يعتقد النصارى أنه إله كأنك احتفلت بعيد أي عيد كفري وليعوذ بالله هذا الذي نقول وهذا الذي ننصح شكرا